أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل يوم عرفة على سائل الأيام وجعله موقفاً لحجاج أهل الإسلام واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام والقائل في خير كتاب منزل إلى الأنام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واشهدوا أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام خير من حج وعتمر وضحى وصام اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ على الدوام وارضى اللهم عن خلفائه الكرام عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنسائر الصحابة الذين آمنوا به وعصروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورحمي الله هم مشايخنا ووالدين وأنواتنا وجميع من مات على ملة الإسلام ثم أما بعد معاشر المحبين السلام عليكم جميعًا ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله آواكم الله نصرنا الله جميعًا إننا نعيش في العشر الأوائل من ذي الحجة التي تُعتبر أفضل أيام الدنيا كلها هذه العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم حيث يقول مولانا العظيم والفجر وليال عشر وجاء في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلًا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء وفي هذه الأيام هناك يوم عظيم اسمه يوم عرفاه هذا اليوم الذي يقف فيه الحجاج متجردين من كل زينة مقبلين على الله تعالى بالدعاء خائفين باكين متذرعين مخبتين لله رب العالمين هذا اليوم الذي يعتبر من أفضل الأيام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل من يوم عرفاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي جاءون شرصا غبرا ظاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي وقال رجل من اليهودين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا فقال له عمر رضي الله عنه وأي آية هذه فقال اليهودي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فقال عمر والله إني أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت بعرفة في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إننا نتذكر قول الله تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظامر لياتين من كل فج عميقا ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من باهمة الأنعام ونتذكر حنين الإمام عبد الرحيم البرعي عليه رحمة الله حيث قال يا راحلين إلى مناً بقيادي هيجتم يوم الرحيم فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوء أقلقني وصوت الحادي أحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحن والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي ويلوح لما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جد السورة عرفات تجلي كل قلبي صار عرفات تجلي كل قلبي صار من نال من عرفات نظرة ساعة نال السورة ونال كل مراد قال الله ما أحلى المبيت في مناً في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي ونتذكر بعض ما جاء في القصيدة ميمية للإمام بن القيم الجوزية عليه رحمة الله في مشهد الحجيج مما جاء فيها أما والذي حج المحبون بيته ولبّوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوسة واضعا لعسة من تعلو المجوه وتسلمون يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك المنك والحمد الذي أنت تعلموا دعاهم فلبّوا رضا ومحبة فلما دعاهم كان أقرب منهم إلى أن يقول فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرب بل ذاك أعظم ويدنوا به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرمه يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم ونحن أيها الإخوة في الله نصوم يوم عرفة غير الحاج يصوم عرفة وأما الحاج فيكرأ في حقه أن يصوم عرفة حتى يتقوى على الحج هذه عبارة فقهاء ورد في صحيح مسلمي من حديث أبي قتاتة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين وفي روابه سيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وجاء ذي كتب المالكية في حاشية التسوق على الشرح الكبير أن سيام يوم التروية وهو اليوم الثامن يكفر سنة كاملة من الذنوب فتقربوا يا عباد الله بالسيام لأنه يقال للصائمين يوم القيامة كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخانية أيها المحبون إننا نستقبل عيد الأضحى المبارك فعلينا أن نتأدب مع هذا العيد العظيم علينا بإهياء ليلته لأنه جاء في الأثر من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب علينا أن نحييه بالذكر بقولنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أن نحييه بالذكر بالتهليل بقراءة القرآن الكريم وكذلك يستحب في حقنا أن نختسل صبيحة يوم العيد ويسن في حقنا أن نصري صلاة العيد صلاة عيد الأضحى المبارك ويسن في حقنا أن نذبح الأضاحى والأضحية ذبح حيوان مخصوص في زمن مخصوص بنية التقرب إلى الله عز وجل وهي مشروعة بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبإجماع علمائنا فمن القرآن نقرأ ما قال الله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَنَقْرَقُ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى من صورة الحج والبدنى جعلناها لكم من شعاء الله أي من علامات دين الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر أمرنا ربنا تعالى في هذه الآية أن نأكل من لحوم الإبل وأن نتصدق منها ثم قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم والله هنا مفعول به مقدم واللحوم فاعل مؤخر أي إن اللحوم لن تنال الله ولكن تنالكم أنتم فيا أيها المضحون أبشروا 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 بالأجور العظيمة ومن السنة نقرأ حديث عائشة رضي الله عنها حيث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها وإن الدم ليقعوه عند الله بمكان قبل أن يقع على القرض فطيبوا بها نفسها وقالوا يا رسول الله ما هذه الأضاهي فقال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا منها قال بكل شارة من الصوف حسنان وهي سنة لا تجهف قال الإمام خليل في المختصر سنة لحر غير حاج بمنا ضحية لا تجهف ومعنى لا تجهف أن صاحبها لا يحتاج إلى ثمنها في الضرور من حياته ويكره تركها لقادر وهي من باهيمة الأنعام من الغنم أو البقر أو الإبن من الغنم ما أوفى سنة ودخل في الثانية والغنم وقسمان هناك الضأن وهناك المعز بالنسبة للضأن ما أوفى سنة ودخل في الثانية وبالنسبة للمعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر هذه عبارة فرقها وأجاز بعض المالكية كصاحب كتاب القوانين الفقهية قال يجزئ الجذع السمين إذا بلغ ستة أشهر فصاعداً بالنسبة للضأن وكذلك أجاز الحنفية والحنابلة من خلال الكتاب المسمى بالفقه الإسلامي ومدلته حيث ذكر هذه الأقوال وأما بالنسبة للبقر ما أوفى ثلاث سنوات ودخل في الرابعة وبالنسبة للإبل ما أوفى خمس سنوات ودخل في السادسة ويشترط سلامتها من كل عين ففي حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين غلعها والكسيرة التي لا تبقي وذكر الفقهاء أصنافاً لا تجوز كالصماء التي لا تسمع وكالبكماء التي أتصيح أو لا صوت لها وكالمريضة مرضاً ليؤوس منه إلى غير ذلك من تفصيلات الفقهاء وأما وقتها فهو بعد صلاة الأضحى ولا يجوز الاشتراك في الثمن أما الاشتراك في الثواب فيجوز قبل الذبح لأن يشتري واحد من العائلة قضحية ويدخل بقية أفراد العائلة بالنية ويستحق أن يقول الذابح بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك اللهم تقبله مني كما تقبلته من خليلك إبراهيم ومن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي لله فمر الصماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومهياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ويستحق تقسيمها ثلاثة أقسام القسم الأول للعائلة والقسم الثاني للفقراء والمسكين والقسم الثاني للهدايا فالأضحية شاعيرة عظيمة فلا تهزن أيها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير والسيراج المنير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله فقد ذبها كبشين أملحين أقرنين ذبها الأول عن نفسه وعن عائلته وذبها الثاني عن من لم يضحي من أمته فيا أيها المؤمنون عظموا يوم النحر فإنه من أفضل الأيام فقد جاء في بعض الروايات أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر ويوم القر هو اليوم الذي يأتي مباشرة يلي مباشرة يوم النحر ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر لأن معظم مناسك الحج تقع في هذا اليوم فالحجاج يرمون جمرة العقبة وينحرون هداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت العتيق ويسعون بين الصفور مرة هتذكروا قول الله تعالى ثم ليقفوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أيها المحرمون اذكروا الله تعالى في أيام منعنى وهي الأيام الثلاثة بعد عيد النحر قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وأول يوم من أيام منا هو يوم القر واليوم الثاني هو يوم النفر الأول واليوم الثالث هو يوم النفر الثاني ويستحب أن نذكر الله تعالى وأن نكبر عاقب الصلوات المفروضة ابتداءا من ظهر يوم النحر إلى فجر يوم الرابع اذكروا الله تعالى في هذه الأيام وأيام من الأيام أكل وشب وذكر لله عز وجل وتذكروا إخوانكم الفقراء والمسكين إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجل كريم تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العظم تداع له سائر الجسد في السهر والحمام فهنيئا فهنيئا لمن أسعد الفقراء في يوم العيد هنيئا لمن أدخل الفرحة على المسلمين هنيئا لمن أهدى من بضحيته هنيئا لمن كان محبا للبائسين واليتامة والفقراء والمسكين وأخيرا نسأل الله تعالى أن يبلغنا يوم عرفتا ويوم الأضحى والأيام المعدودات بسلام اللهم اجعلنا من الصائمين في يوم عرفة اللهم اجعلنا من المضحين في يوم النحر اللهم اجعلنا من الذاكرين في هذه الأيام في الأيام المعدودات ربنا خلنا ولوالدنا ومشايخنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اسأله تعالى أن يرفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم أنزل علينا الشفاء اللهم احفظ بلادنا وأمننا وجيشنا وجزائرنا وجار الجزائر رخاء سخاء وسائر بلاد الإسلامي أجمعين والسلام على المصالين والحمد لله ربين اشتركوا في القناة